موسيقى الحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على خاتم انبيائه وعسره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين وبعد فقد فضل الله عز وجل بعض النبيين على بعض وفضل بعض الايام على بعض وفضل بعض الشهور على بعض ففضل الشهر العظيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن على سائر الشهور والايام وفتح فيه من الرحمات والبركات والنفحات ما يجب علينا ان نبادر باغتنامه ومن باكته ان به ليلة واحدة هي خير من الف شهر وهي ليلة القدر ويكفي انه الشهر الذي انزل فيه القرآن ولذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفع له ما تقدم من ذنبه ويقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفع له ما تقدم من ذنبه ويقول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفع له ما تقدم من ذنبه وما من ليلة من ليالي هذا الشهر العظيم إلا ولله عز وجل فيها عتقاء من النار نسأل الله عز وجل أن نكون منهم ولهذا صعد نبينا صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فأضع قدمه على الضاجة الأولى وقال أمين ثم أضع قدمه على الضاجة الثانية وقال أمين ثم أضع قدمه صلى الله عليه وسلم على الضاجة الثالثة وقال أمين فقيل له يا رسول الله وضعت قدمك على الضاجة الأولى وقلت أمين ثم أضعتها على الضاجة الثانية وقلت أمين ثم أضعتها على الضاجة الثالثة وقلت أمين فما الذي كان فقال صلى الله عليه وسلم وضعت قدمي على الضاجة الأولى فجاء أخي جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم بعد من أضعك رمضان فلم يغفل لها لأن الإنسان إذا لم يغتنم هذا الشهر العظيم في الخير وفي عمل الخير فأين الوقت الذي يغتنمه بعد ذلك كان بعض الصالحين يدعو الله قبل رمضان بستة أشهر اللهم بلغنا رمضان وبعده بخمسة أشهر يدعو اللهم تقبل من رمضان فيجعل هذا الشهر العظيم محور حياته إذا كنا ندعو منذ أيام أو أسابيع أو شهور اللهم بلغنا رمضان فبلغك الله ورمضان فماذا أنت فاعل أنت أمام فرصة أمام شهر عظيم لا تضمن حياتك إلى رمضان آخر على الإطلاق فعليك أن تغتنم فإن لم تغتنم فمتى تغتنم ولهذا قال جبريل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد من أدرك رمضان فلم يغفل له قل آمين فقلت آمين ثم وضعت قدمي على الضاقة الثانية فجاء أخي جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم بعد من أدرك والديه أو أحدهما الكبر فلم يدخله الجنة قل آمين فقلت آمين فرمضان شهر البر شهر ساة الأرحام شهر بر الوالدين شهر أن تصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك ثم وضعت قدمي على الضاقة الثالثة فجاء أخي جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل آمين فقلت آمين فعمضان شهر الزكر وتلاوة القرآن والصلاة على سيد الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ثم إذا كانت مساعدة المحتاجين والفقراء مطلوبة على كل حال فنحن أمام أمرين الأول أمام شهر عظيم وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان والصدقة في رمضان من أخرج فيه صدقة كان كمن أخرج زكاة في من سواه شهر تضاعف فيه الحسنات تبادر فيه بفعل الخيارات ومساعدة الفقراء والمحتاجين وبإخراج الزكاة فهذا أوام مضاعفة الحسنات ولا سيما إن كان الناس يمرون بأزمات أو بظروف استثنائية فإن التعاون والتكافل والطاحمة أولى وأوجب لظروف الأزمات من جهة ولفضائل الشهر العظيم من جهة أخرى فعلينا أن نوسع على الفقراء وأن نغنيهم وأن لا نحوجهم إلى المسألة في هذا الشهر الكريم سائلين الله أن يغنينا من فضله وأن يهدينا إلى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته